السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا الفيديو هو تكملة لا الفيديو السابق طبعا توقفنا عند السؤال الرابع قمنا باستخراج أسماء بالدل على جميع وجميعها كانت جميع مؤنث سالم طبعا قلنا هنا كيفية الاستخراج من خلال البحث عن الأسماء التي تدل على جميع ومن ثم تحديد أو أن نقوم بأن نبين نوع هذا الجميع إذن من خلال تطبيق الشروط اللي شرحناها سابقا طبعا هنا وقفنا عند أصحاب نلاحظ هنا أن أصحاب هو عبارة عن اسم بدلنا على جميع طبعا ما مفرد أصحاب مفرد أصحاب صاحب نلاحظ الفرق ما بين المفرد والجميع أو أنه نلاحظ أنه هنا المفرد عندما قمنا بجمعه قمنا بتخريب أو تكسير أو تغيير في شكل المفرد وهذا النوع من الجميع نطلق عليه أو نسميه جميع التكسير إذن أصحاب هي عبارة عن جميع التكسير مفردها صاحب كما قلت سابقا أنه أنا نسيت أن أقوم بكتابة المفرد تحدثت عن المفرد شفويا فيجب على الطلاب كتابته إذن أصحاب مفردها صاحب وهي عبارة عن جميع التكسير ننتقل إلى التجار بلاحظ أن التجار هو عبارة عن اسم بدلني على مجموعة طيب ما المفرد تاجر خلينا نقارن ما بين المفرد والجميع بلاحظ أنه أنا لما أجيت أجمع المفرد تاجر كسرت وغيرت وخربت في شكل المفرد فأصبحت التجار إذن التجار تعتبر أو تعد جميع التكسير إذن مفردها تاجر التجار عبارة عن جميع أصحاب والتجار جميع التكسير مفرد التجار مفردها التاجر إذن مفرد التجار ماذا تاجر لنكمل القراءة وغيرهم من المواطنين والتربويين ومن أسهموا في خدمة التعليم نلاحظ هنا أن المواطنين هي عبارة عن اسم هذا الاسم بدلني على مجموعة إذن المواطنين عبارة عن اسم هذا الاسم بدلني على مجموعة طيب خلينا نركز هون المواطنين تنتهي بيأو ونون كما قلنا سابقا ليس كل ما ينتهي بيأو ونون أو يأو ونون بعتبره جمع مذكر سالم يجب أن نقوم بتطبيق الشروط حتى نتأكد طيب المواطنين عبارة عن اسم بدلني على مجموعة طيب لو حاولت أحذف اليأو ونون ماذا تصبح تصبح المواطن إذن الياء والنون زائدتان طيب ما مفرد المواطنين المواطن إذن هنا يسلم المفرد نتغيير أنا أحذرت المفرد وهو المواطن كما هو وأضفت ياء والنون من غير ما أخرب أو أغير في شكل المفرد إذن مواطنين جميع مذكر سالم نقوم بكتابة فوقها أنها جميع مذكر سالم طبعا ومفردها المواطن إذن مفردها ماذا مفردها المواطن المواطنين هي عبارة عن جمع مذكر سالم طبعا بالنسبة للتربويين التربويين عبارة عن اسم دلنا مجموعة لو حاولت احذف الياء والنون تصبح التربوي ما اختلل معنى اذا الياء او ما خربت الكلمة الياء والنون زيادة طيب ايش المفرد التربوي طيب انا هون احذرت المفرد كما هو واضفت ياء والنون من غير ما ان نقوم بتغيير شكل المفرد اذا غير ان نقوم بتغيير شكل المفرد اذا هذه الكلمة جمع مذكر سالم والمفرد التربوي اذا هذا بالنسبة للسؤال الرابع ننتقل للسؤال الخامس مطلوب اختر الكلمة المناسبة مما بين القوسين لملء الفراغ فيما يأتي طبعا الاجابة عن هذا السؤال تكون حسب الاعراب حسب موقع الكلمة في الاعراب اذا الاجابة هون عن هذا السؤال فهي تكون حسب ماذا تكون حسب الاعراب او حسب موقع الكلمة في الاعراب طبعا يوجد لدينا هنا الف حقق فراغ الفوزة طبعا هل نختار اللاعبون ام اللاعبين كيف نعرف ذلك من خلال الاعراب نلاحظ ان حقق هي جملة فعلية وان حقق هي عبارة عن فعل من قام بهذا الفعل اذا اللاعبون اللاعبون او اللاعبين فاعل واتفقنا دائما ان الفاعل مرفوع لو ركزنا اكثر نلاحظ ان الكلمة التي بين القوسين هي عبارة عن جمع مذكر سالم وقلنا ان جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجرب الياء اذا نختار الحقق اللاعبون الفوزة حقق اللاعبون الفوزة طبعا يمكن يحكي طالب كيف اعرف واو ونون ولا ياء ونون اذا كان طبعا الكلمة مرفوعة اي جاء موقعها في الاعراب رفع نختار واو ونون اما اذا جاءت منصوبة او مجرورة ماذا نقوم باختيار نقوم باختيار الياء اذا نقوم بوضع في الفراغ ماذا اللاعبون طبعا ليش اللاعبون لانها فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لانه جمع مذكر سالم طيب لو انتقلنا للجملة التالية وهي تستحق فراغ الشكرة والتقديرة طيب هون هاي عندي جملة فعلية طيب وين عندي الفاعل اللي هي تستحق ماذا المخلصات طيب هي الفاعل المخلصات ولا المخلصات بنلاحظ هون انه هاي جملة فعلية واللي بين قصن رح تكون فاعل والفاعل دائما مرفوع هذه الكلمة هي عبارة عن جمع مؤنث سالم جمع مؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجرب الكسرة اذا هون رح تكون ماذا نختار المخلصات ليش لانها فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة طبعا ننتقل للجملة التي تليها هل سمعت نشرة فراغ طيب هل نختار الأخبار والأخبار الأخبار نلاحظ ان الكلمة التي بين القوسين هي عبارة عن جمع ونوع هذا الجمع هو جمع التكسير اذا جمع التكسير لان مفردها خبر اصبحت اخبار بالجمع فكسرنا في شكل المفرد طيب نلاحظ هنا طبعا نختار ضمة ام كسرة ام فتح هذا موقعها في الاعراب سمعت هل سمعت نلاحظ ان هنا نشرة طب الأخبار ماذا سيكون اعرابها لو ركزنا جيدا لو ركزنا هنا جيدا لو وجدنا ان نشرة هي عبارة عن اسم نكرة وقلنا ان اسم نكرة اذا جاء بعده اسم معرفة الاخبار معرفة يكون لدينا مضاف ومضاف اليه اذا رح نختار الاخباري لانه الاخباري مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة وجمع التكسير عادي يرفع بالضمة ينصب بالفتحة ويجر في الكسرة نجر بماذا ويجر بالكسرة اذا رح نختار هنا الاخباري اذا هون اختياري بيكون حسب موقع الكلمة في الاعراب ننتقل للسؤال الاخير وهو عد الى درس القراءة واستخرج منه مثالا طبعا اي درس له درس غور الاردن ارض الخيرات طبعا احنا استخرجنا بعد ما قمنا بشرح الدرس طلبنا نستخرج جمع مؤنة سالم مذكر سالم وجمع تكسير طبعا احنا استخرجناهم قلنا جمع مذكر سالم الزائرين وجمع مؤنة سالم كميات وجمع تكسير احواض طبعا ممكن يكون عندي كلمات مختلفة يعني ممكن يكون عندي كلمة ثانية هي جمع تكسير وعندي اكيد كلمات اخرى مؤنة سالم واكيد كلمات اخرى مذكر سالم انا اللي استخرجتهم الزائرين كمياتا وايضا احواض